يعطيكم صح والعافية معكم محمد بوريكي التلفونات اللي قاعد تنزل بالسوق حاليا قاعد تخلينا سوايد تصير ما تدري شنو تاخذ تفكر انه اخذ غالكسي اسكس ولا اخذ الجي فور ولا اخذ اله تي سي ولا اخذ سوني ولا ما عرف ايش هواوي ولا واوي ولا وشنو اخذ فانو فكرت انه قلت اوكي فيه اربع جهازة من اكبر اربع اسامي موجودة بالسوق نزلت لنا الفلاكشبس مروه 2015 وارادي متوفرين عندنا بالعالم العربي دول الخليج فاستخدمتم اربعاتهم وتحت بالكومنت سكشن راح احط لكم المراجعة عمالة كل جهاز منفصل بروحة اتكلم تفاصيل زيادة عن كل تلفون بس هنا راح اقارنهم بطريقة اللي انا عودتكم عليها مقارنة ما بين هالمرة اربع جهزة وهما اله تي سي 1م 9 السامسونج جالكسي اس 6 السوني اكسبيرا زي 3 بلس والالجي جي 4 السلام عليكم ورحمة الله مثل ما قلت لكم مويت تلفونات قاعد تنزل في ناس وايد ما هي عارفة شوني تختار فلما ينت انا فكرت ان انا اسوي هالفيديو استوعبت ان في شي غريب بصراحة ان انا قاعد اقارن تلفون اربع تلفونات من اربع شركات بس في شركتين قاعد تمشي من السي السياسة وفي شركتين ثانيين قاعد يمشون مع نفس السياسة حتى هما بروحهم السامسونج جالكسي اس 6 مع الالجي جي 4 قاعد يمشون تقريبا نفس السياسة اثنيناتهم كوريين اثنيناتهم Quad HD من ناحية الريزولوشن الموجود على الشاشة والاثنيناتهم قاعد يستخدمون كاميرات 16 ميجا بيكسل بس قاعد يستخدمون اوبتيكس مختلفة فالسياسة مختلفة شوية من ناحية شون هما يصنعون الجهاز وبعدا التلفونين هنا قاعد يحصلون تحديث الهوائي اسرع من باجت تلفونين هنا انا حدثت حق اخر اصدار اندرويد 5.1.1 وهنا اول ما شغلت التلفون اندرويد 5.1 وما رح يمكن يضعونه ل 5.1.1 على طول سينجلزون لاندرويد M فهذا الشيء احطته بهالشركتين مع تلفوناتهم بعدا لاحطت انه لما يضع ال HTC 1M9 مع Sony Xperia Z3 Plus هم لاحطت انه هالشركتين ويتخذوا من بعض هنا هذين الواحدين بالفلاكشب انه شاشاتهم 2020 اثنيناتهم اختاروا انهم اضعوا سبيكرز من جدام سماعاتهم ستكون من ستيريو من جدام واثنيناتهم اضعوا 20.7 ميجا بيكسل كاميرات من الخلف فهذا الشيء كان بالنسبة لي وايد حسيتنا شيء اصدفت انه هم ما شدي يفكروا فاول شيء خلنتكلم عن التصميم التصميم طبعا رح يكون مسألة ذوق منو عاجبة شكل اي تلفون بس خلنا نعطيكم هني اوه شي من ناحية التصميم السوني اكسبيري زي 3 بلس اهو بالنسبة لي يمكن ارده تصميم لانه اولا خلاص نفس الشكل صار ممل عدتوا وايد فلازم تغيرون الانو دازدالونهم اكيد لازم يذكر انه هني موجود فيعطيك هني صراحة مسكة وايد حلوة تحسن التليفون عليه قريب ممتاز بس القريب من جدام والبلاستيك عليه من ناحية الخلف حرام اه اوكي اشياله الفلابس عشان يكون اوه مقاوم للماء ما رح تحسن التليفون لازم تبطل وتسكر من ناحية انه انت تركب الشاحن عليه بس للحين انا احس ان هذا ارده تصميم ما بينهم اهما كلهم احس ان التليفون ممل اكيد سوني عندهم ابتكارات وايد افضل ان يعدلون التصميم ما للجهاز ثالث يمكن او ثالثة تصميم اللي انا احس انه اهو اهم نوعا ما مو يعني ارده تصميم وهو الالجي جي فور الجي جي فورس اولا انه تليفون مصنوع من جلد من الخلف بلاستيك ملابسينه جلد وايد حلو جلد طبيعي انا يوم راجعت التليفون كان لون اسود واحنا حطيت له الجلد لون الازرق وايد حلو التليفون تغير علي بس من الامام مرة ثانية اختاروا قولوا لغلاس 3 ليش ما حطيت اقول لغلاس 4 عندك هنا كوانتم دات ديس بلي فالمفروض انت تحميها الطريقة هم جدا ممتازة والان الحين ما للتليفون الناس يمكن ان يتفضله والشاسي او الفريمي اللي دار ما دار الجهاز مثل ما قلت لكم يا بلاستيك غالي يا حديد رخيص لان انا ما شوف انه هو صراحة معدن فاني عندنا التصميم مال الالجي جي فور خنتكلم بعدين عن التصميم مال السامسونج جالاكسي اس 6 سامسونج دشت بتصميم سياسة يديدة لما سوت الجالاكسي اس 6 عدلت كل العيوب اللي كانت موجودة بتليفونات القديمة بس من ناحية شكل من الامام رح يكون نفس كل تليفون سامسونج نزل بتاريخ من الخلف هنا يردون مرثان يقاموا يستخدمون غوريلا غلاس 4 من جدا طبعا هم غوريلا غلاس 4 والشاسي دار ما دار التليفون الناس وائد قويب تشبه الايفون رح يكون مصنوع منهم الومينوم يعطيك ملمس وائد ممتاز بس هذا واحد من اكثر تليفونات الممكن تزلق من ايدك بدون انت تحس والطلعة مات الكاميرا ناس وائد هم ما تعجبها يمكن ما تفضلها على التليفون بس هنا مصنائية عندنا جدا ممتازة العيوب مثل بصمة مثل ما انتوا شايفيني الحين بالعدسة تليفون وائد وبصم اذا ما تبيب بصم يخي اللون البيض بس هذا يعني من افضل التصاميم الموجودة حق التليفونات الموجودة حاليا بالسوق بس افضل تصميم ما بينهم بالرأي الشخصي هو تصميم ال HTC 1M9 هذا اللون مال بس التليفون مصنوع من حديد من كل صوب تسعين بالمية من التليفون مصنوع من حديد والعشرة بالمية اللي تمت ايه هي الشاشة والشاشة عليها غورلا غلاس فور فالتصميم ما للتليفون جدا ممتاز واحد من احلى التليفونات الموجودة بالسوق وحتى الكاميرا اليديدة اللي حطوها الحين صارت مربعة ال 20.7 ميجابيكس الموجودة من الخلف تصميم HTC 1M9 برايه الشخصي وهو افضل تصميم ما بينهم كلهم وحتى المصنعية ماتة جدا ممتازة وقوية تخنتكلم الى حين عن الشاشة اصغر شاشة ما بينهم دام الى حين الـ HTC 1M9 الـ HTC 1M9 راح تكون على شاشة خمسة بوصة راح يكون ١٩٢٠٠٨ على LCD LCD3 جدا ممتازة شاشة واضحة بكل الاوضاع بس اهيئة من ناحية البيكسل كونت مو اعلى واحدة راح يكون على السامسونج بس واضحة الصراحة بس هنا عندك انت رزولوشن اقل وعندك شاشة راح تكون LCD3 ما تغيرت حتى عن الـ HTC 1M8 بعدين عندنا شاشة سوني Xperia Z3 Plus راح تكون هالنسي شيء Full HD 1920x1080 البانل ما لا راح يكون على LCD IPS وعندنا هني حجم الشاشة 5.2 بوصة هذا التليفون راح يكون اقل بيكسل كونت ما بين كل التليفونات تقع قرنها اليوم لانه 5.2 على 1920x1080 سوى رياضيات راح تلقى بيكسل كونت اكثر بالـ HTC 1M9 من الموجود بـ Sony Xperia Z3 Plus بعدين يكون عندنا هني LG G4 والـ Samsung Galaxy S6 LG G4 شاشة 5.5 بوصة Quantum Dots IPS Panel Quad HD 2560x1440 رقم نار بس على 5.5 بوصة بيكسل كونت ما لا خمسمية ثمانية 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 غلطان فهني راح يكون عندنا بيكسل كونت وايد اعلى من شركة سامسونج على الـ Galaxy S6 5.1 بوصة Super AMOLED Panel Quad HD 2060x1440 بيكسل كونت خمسمية وسبع وسبعين وايد عالي الرقم اوضح شاشة بينهم اكيد راح تكون شاشة Samsung Galaxy S6 بس في ناس وايد راح تحب شاشة الـ LG G4 فبينكم القرر لكم شاشتين وايد قوية افضل من شاشات الموجودة على الـ HTC One M9 والـ Sony Xperia Z3 Plus خنتكلمنا الحين عن الكاميرا اكيد هذا ناس وايد تقالس التليفون بالكاميرا فأفضل الكاميرات عندنا هني Galaxy S6 مرة ثانية والـ LG G4 اثنيناتهم 16 ميجا بيكسل اقل كاونت من 20.7 بس يستخدموا كل بيكسل صح الرندرينج ممتاز الأبتر هني راح يكون اعلى عندنا 1.8 بدالة 1.9 فاصلة واحد ناس وايد تقول ما كوايد فرق بس لاحظت أنا صراحة فرق الـ 1.8 هني كان يعطيني فوكل لنث جدا ممتاز بالذات لما أنا أريد أسوي نفس الحركة اللي مثلا قاعد أسويه الحين بالتصوير انه أنا طالع فوكس ومن الخلف قاعد يطلع لي فهذه انت تقدر تسويها لما يكون عندك الأبتر يكون وايد دقيق وفاين وهذا شيء أنا لاحظت بالـ LG G4 وكاميرا مالتا السامسونج جالكسي 6 الكاميرا مالتا هم عطتني نفس الشيء بس مو بدقة الـ LG G4 بس من ناحية التصوير السامسونج جالكسي 6 والـ LG G4 أفضل كاميرتين موجودين على أجهزة الأندرويد بلا منازع اللي موجود حاليا بالسوق واللي نزل بالسوق من قبل بلا منازع نهائيا من أفضل كاميرات الموجودة على أي تليفون حاليا بالسوق كاميرات الـ LG G4 مع السامسونج جالكسي 6 فهذا انت كنت تريد تشتري تليفون حق الكاميرا هذا الخوش خوش من ناحية الكاميرا الأمامية هنا عندنا 8 ميجا بيكسل أعلى كاونت ما بين التليفون تلقع قارنها اليوم وهنا عندنا 5 ميجا بيكسل بس استخدموا نفس الـ 1.9 فيعطيك ويد آنجل اند لنز فاذا انت تريد إضاءة أكثر عشان تصور بالليل سيلفيز هنا كاميرا أوضح واذا انت تريد بيكسل كاونت أكثر هنا رح تكون كاميرا أوضح كاميرات الـ HTC One M9 مع السوني إكس بيرا زي 3 بلس اثنيناتهم عشرين فاصلة 7 ميجا بيكسل بس الكاميرا متى السوني إكس بيرا زي 3 بلس قعد تعطيني إعداء أفضل بالإضاءة المنخفلة النويز أقل من الموجود بالـ HTC One M9 بس صدق او لا تصدق آخر اصدار هوائي نزل تحديث هوائي حق الـ HTC One M9 عدل الكاميرا متى 80 درجة صارت الكاميرا جدا مقبولة جدا ممتازة تعطيني رندرين والألوان وايد أفضل حق التصوير الآن كنت أشوفها قبل لما نزلون التحديث الهوائي حقه هذا ثالث تحديث نزل على نفس الإصدار 5.0.2 عدله الكاميرا بشكل ملحوظ الـ HTC One M9 كاميرا متى صارت جدا مقبولة فإذا واحد كان يبي كاميرا على الـ HTC One M9 بس كان يعني حاسنة لا لا أنا ما أبيل أن الكاميرا جدا تعيسة صارت الحين ممتازة حق السعر اللي انت رح تدفعه حق التليفون أقدر أنا أقول بكل ثقة الـ HTC One M9 صارت صج تليفون من غير أي عيوب نتكلم الآن عن البطارية البطارية مالة التليفونة طبعا شيء أساسي حقك انت لما تي تختار أي تليفون انت رح تشتري من ناحية هاي الأمثل كاكاونت 2550 وايد قليل واستخدام هم قليل التليفون مالة سامسونج جالاكسي اس 6 تتكلمت هذا الشيء بمراجع مالة حتى الآن مع التحديث مالة 5.1.1 ليحم البطارية قاد تعطيني نفس العمر اللي كان تعطينيها قبل التحديث النزل فمن ناحية البطارية أسوأ بطاريتين عندنا هنا مالة الجي جي فور و مالة السامسونج جالاكسي اس 6 حاولت تحتويهم كثر ما اقدر ان انا حافظ عليهم ان خليهم يستمرون معاي بس مثل ما قلت لكم يعني حتى انا لما شاورت رابعي قاعد اشوف اللي عندها الجي جي فور شون البطارية معاك انصدمت وهم قاعد يقول البطارية تي زينة ما في اشياء انا هنا كانت تعطيني أداء جدا سيئ ما كانت تقعدوا هي طول اليوم كانت لازم اشحنها بس بغض النظر وعيد عجب من التليفون بس البطارية ما تمو افضل البطارية من الموجود حاليا فالجالاكسي اس 6 بطارية نوعما افضل من الجي فور بس البطارية اللي حين سيئة فيهم اهم الاثنين فلما يتستخدم السوني اكس بيرا زي ثري بلس ولما راجعت الاشتي سي وان اناين شفتنا البطارية كانت افضل الزي ثري بلس بطاريته هم سيئة تقريبا نفس الموجود بالجالاكسي اس 6 والالجي جي فور بس الاشتي سي وان ام ناين حتى عقب اخر تحديث اللي سووه بطاريته صارد وايد افضل احسن بطارية ما بينهم اهم كلهم راح تكون بطارية الاشتي سي وان ام ناين كونسومشن مع الرندرنج وايد افضل والامثل من ناحتي الاوبتمايزيشن ما بين النظام التشغيلي مع البطارية مع المعالج السناب دراجون ثمانية وعشرة هنا عندي انا بطارية جدا ممتازة وتلثق فيها انت تقعد يلاك طول اليوم ما عندك مشكلة اخر شي راح تكلم عنه هو المعالج المعالج اكيد راح يكون شيء اساسي لما انت تي تبي تختار اي تليفون تبي تستعمله فهني عندنا احنا مرة ثانية ثلث شركات استخدمت معالج كوالكام هي راح تكون ال جي مع السوني سور اسكسبيرا زي ثري بلس ويه اله تي سي وان ام ناين بس اله تي سي وان ام ناين مع السوني اسكسبيرا زي ثري بلس استخدموا كوالكام سناب دراجون ثماني مئة وعشرة ثماني نوة ثلاثة جيجا بايت الذاكرة العشوائية منو اداءه كان احسن اله تي سي وان ام ناين صراحة كان اكثر من الموجود بسوني اسكسبيرا زي ثري بلس هنا كان عندي انا وكان عندي الاوامر وما ياخذها بشكل ملحوظ تي تضغط على الشغلة يمكن اكثر من ثلاثة اربع مرات علشان يستوعب انك انت عطيتها امر بس هنا لا سريع سنس 7 تعدل النظام التشغيلي ماله افضل معنى نفس الشي على نظام تشغيلي اندرويد 5.0.2 الا كان اداءه وايد افضل وملحوظ صراحة من ناحية المقارنة ما بين السوني اكسبيرا زي ثري بلس ويال اجتي سي وان ام ناين بس الثنيناتهم ما عطونا احسن اداء ما بين التلفونات الاربعة لما يقارن الاثنين الباجي الالجي جي فور مع السامسونج غالاكسي اس سيكس الالجي جي فور اختار السناب دراجون 808 سداس النواع على معمارية 64 بيت ثلاثة جيجا بيت رام جدا ممتاز الاداء ماله وروعة وايد حبيت الاداء ماله وتكلمت عنها شيء بمراجعة عمالته السكن اللي هم استخدمه وايد خفيف و اول ما تشغل تلفون رح يكون علي اندرويد 5.1 ممتاز الشيء ممتاز اللي سوى شركة الالجي مع الاستخدام مالهم حق السناب دراجون 808 وايد حبيتها و بعدين هنا عندنا ال اكسونوس رح تكون ثماني نوع مرة ثانية على ثلاثة جيجا بيت ذاكرة عشوائية مصنوعة انها نصمين شركة سامسونج ما رح تكون نفس الكوالكام الموجودة على بارجي ثلاثة تلفونات و ممتازة النظام التشغيري ما توتشويز وايد صار مجرد بس لين حين يبين ان اهو توتشويز بس واحدة من الشغلات المفضلة فكرتين انا سوي لها الفيديو بروح انه مهنين الزلو ثيم صار ماتيريال ثيم هتكلم عنها فيديو ثاني ان شاء الله صار حيني الاداء جدا ملحوظ ان اهو وايد ممتاز حتى مع اخر اصدار 5.1.1 تلفون تعدل الاداء ماله وايد سريع ما حسيت انه يعلق او يهنق مع الاستخدام المكثف او الاستخدام الخفيف ما حسب الحرارة فهني من ناحية الاداء ما بينهم مرثاني الالجي جي فور مع السامسونج جالكسي اس 6 اداءهم جدا مقبول جدا ممتاز فاذا انت كنت تبي تلفون حق العاب عنديك هالتلفونين جدا ممتازين اخذ واحد منهم اذا تبي تلفون حق اشياء ثانية عادية عملية مالوت كل يوم اخذ الاشتيسي 1M9 في الختام خنتكلم عن السعر هنا انتي هني عندي كلهم ساعة اثنين وثلاثين جيجا بايت حطوا في بقى ان ثلاثة منهم رح تقدر ان تزيد عليهم ذاكرة خارجية لديك الجالكسي اس 6 ما رح تقدر ان تزيد علي ذاكرة خارجية فاذا انت كنت تري تلفون بدون ذاكرة خارجية ما عندك الالجي الجالكسي اس 6 بجد تلفونات كلهم رح يكون فيها عليهم ذاكرة خارجية والعكس صحيح خنتكلم عن السعر كلهم هني عندي انا تليفونات 32 جيجا بايت فشون السعر معنهم اغلى واحد فيهم وهو السوني اكسبيريا زي 3 بلس ما صدق رح اعطيكم السعر بالدينار الكويتي ما يعادل باليو اس دولار اغلى واحد فيهم صراحة كان السوني اكسبيريا زي 3 بلس وهو اغلى واحد فيهم كاميرا اشتغلت وهو اغلى واحد فيهم 205 دنانير ما يعادل تقريبا 650 دولار توقع السعر الرسمي بالكويت رح ينزل بحدود 199 أو 200 دينار فهذا السعر رح يكون موجود عندنا بغالي هو اغلى واحد فيهم 32 جيجا بايت تقدر تزيد الذاكرة العشوائية او تقدر تزيد الذاكرة الداخلية تركب مامري كارد وانا هني عندي دول بشريحتين فهذا اغلى تليفون ما بينهم ثاني اغلى تليفون بينهم رح يكون عندنا اله تي سي ون ام ناين سعره حاليا بالكويت 195 دينار تقدر تحصل عند الوكيل بحدود 200 دينار ففرق بسيط دانانير هنمسي شي تغريبا بحدود 650 دولار 32 جيجا بايت ذاكرة عشوائي داخلية تقدر تزيدها بالمايكرو اس دي كارد وعندنا هني بو كارت واحد بعدين عندنا الثاني اغلى واحد او ثالث اغلى واحد رح يكون هني السامسونج جالاكسي اس 6 سعر الرسمي رح يكون بحدود 200 دينار الحين موجود عندنا بالسوق عند الوكالاء قاعد يبيعونهم 210 بس تحصلوا ويدر خص من اماكن ثانية يعطونك نفس الكفاء ما انت الوكيل صدقا لا تصدق بس رح يكون هني وهو ثالث اغلى واحد 32 جيجا بايت طبعا هذا رح يكون اغلى واحد اذا انت تابع 128 جيجا بايت اللي انت تقدر تشتريه تحطه بأي واحد من التلفونات رح يوصل السعر الى 360 دانانير تقريبا انت قاعد تتحكب فوق ال F دولار فهذا شيء وايد وايد غالي بس هنا السعر الاساسي ستارتنج رح يكون هم نفس الشيء بحدود 650 دولار وارخص واحد بينهم رح يكون ال LG G4 سعر الرمز الموجود عندنا هنا هنا بالكويت بحدود 190 دينار هذا رح يكون الجلد الطبيعي اذا تابع البلاستيك رح تحصله بارخص ب180 دينار فهذا شيء جدا ممتاز من ناحية الاداء والكفاءة انت قاعد تحصلها من التلفون هذا الرخص واحد بينهم فبالنهاية كلهم يتقاربون بالسعر فرق بينهم كلهم بحدود يمكن 30 دولار فبالنهاية ما ظنيت اللي رح يقدر يشتري Sony Xperia Z3 او LG G4 رح يتعيز ان يزيده وياخذ اي واحد من التلفونات فبالنهاية اكيد بتسألوني احمد اي تلفون اخذ ما رح اقول لك اي تلفون تاخذ بسط لك اياها بمقارنة ما بينهم كلهم حق اهم المواصفات اللي كل الناس تستخدمها كاميرا شاشة بطارية مصنعية وتصميم ومعالج واخر شيء الخيار لك وحتى السعر عضيتك اياه هل اربع تلفونات كلها موجودة عندنا بشكل رسمي بالعالم العربي بدول الخليج اكيد رح تحصلهم فالاختيار لك شنو انت لتحتاجه بالنهاية كل تلفون يمتاز بشي ما رح تحصل بتلفون ثاني عشان شذي ما عندنا تلفون كامل او متكامل بس هذه ابرز اربع تلفونات من اكبر اربع شركات اللي تنزل نظام التشغيلي من شركة اندرويد او جوجل فبس سمعوني علي طالة والاكسور احمد بعريكي فمان لالكرم